اهلا بكم من جديد في حصة مغاربية اثار خطاب رئيس البرلمان الموريتاني الشيخ والبايا في ختام الجلسة المخصصة لعرض برنامج الحكومة اثار ردود فعل متباينة لدى الرأي العام الموريتاني حيث تحدث بصراحة غير معهودة عن الارث الاسترقاقي في البلاد متهما النخاب السياسية الموريتانية باستغلاله لاغراضها الخاصة رئيس البرلمان الموريتاني دعا ايضا الى تجاوز منطق التراتبية والطبقية الاجتماعية التي تكرس العصورية والتهميش مشددا على ضرورة تنقية الموروث الثقافي وتطهير الخطاب والمسلكيات ويأتي خطاب ويلد بايا بعد شهرين على خطابنا القهر رئيس محمد ويلد الشيخ الغزواني تحدث فيه عن خطورة المد القبلي المتصاعد ودعا الى تجاوز النظرة التي يكرسها الموروث الثقافي ضد فئات معينة من المجتمع خطاب جديد لرئيس البرلمان الموريتاني دعا به الى تجاوز التراتبية الاجتماعية التي أفرزها تاريخ غابر سطرت معظم فصوله في غياب وجود دولة جامعة مطالبا الموريتانيين بتطهير خطابهم ومسلكياتهم من الأحكام المسبقة تجاه بعضهم الآن الأوان أن يتداعى قادة الرأي جميعا من فقهاء وساسة ومذقفين لتعرية المنطق السقيم الذي يغذي العقليات الباعدة من المسؤولية الأخلاقية لانتشار وترصيخ مثل تلك العقليات تقع بالدرجة الأولى على النخب الديني والسياسي والثقافي ناشطون في مجال حقوق الإنسان تفائلوا بمضمون ما جاء في خطاب رئيس البرلمان وربطوه بالتعاطي الصريح مع ملفات الممارسات الاستعبادية في البلاد من قبل الرئيس محمد الشيخ الغزواني آملين أن يكون الخطاب تتويجا لقطيعة نهائية مع مرحلة التجاهل والإنكار التي أنتجها النظام السابق تجاه ملف العبودية في البلاد جاء في محله وفي مكانه يؤكد ما ذهب إليه من قبل الرئيس السمهورية هذا التوجه جديد لا محالة للدولة ونحن رحبنا به ونرحب بهذا ونندد بتغافل الطبقة السياسية والطبقة النخبوية التي لم تعطيه ما يستحق رغم أن خطاب رئيس البرلمان الموريتاني جاء في معظمه متناسقا مع التوجه الرسمي في البلاد الرامي إلى القطيعة مع الماضي الاسترقاقي للمجتمع الموريتاني إلا أن البعض وجد فيه تحميلا للمسؤولية عن ذلك الماضي لفئة اجتماعية بعينها هناك تراتبية موروذة هناك تهميش هناك قضايا موروذة عبر التاريخ وبالتالي لا أعتقد أن هذه القضايا مسؤول عنها جهة معينة أو شخص معين أو فئة معينة بقدر ما هي في سياقاتها الزمانية حينها كانت مقبولة لكنها لم تعد مقبولة في هذه اللحظة الحديث عن وجود ممارسات استعبادية في موريتانيا حديث مستمر لا يختفي إلا ليطل من جديد وسط جدل حول نسبة انتشارها وما إذا كانت مترسخة في المجتمع أم مجرد حالات فردية معزولة رغم تجريم القانون لها وسن تشريعات رادعة لممارسها تسعى موريتانيا لتجاوز هذه الظاهرة التي تعمق الشرح بين شرائح المجتمع وفياته محمد حيث قناة الغد نواكشوت ينضم إلينا ضيفانا من نواكشوت الدكتور محمد الحسن محمد الباحث السياسي والناشط في الحزب الحاكم والدكتور محمد بويا شيخ محمد فاضل عضو البرلمان الموريتاني أهلا بكم معنا في حصة مغاربية دكتور محمد الحسن لطالما السلطات الموريتانية أنكرت وجود الرقوة العبودية كممارسات في البلاد هل مقاله رئيس البرلمان الموريتاني اعتراف رسمي بوجود هذه الممارسات؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولمشاهدكم الكرام ولمشاهدكم الكرام ولمضيف الكريم من نائب المحترم أعتقد بأن هذه القضية لا تعبر عن وجود الثقاق بقدر ما تعبر عن مستوى انسجام السلطات مع خطاب رئيس الجمهورية منذ شهرين كما أسرفت في تقليلكم من وادان الذي حث المواطنين وحث النخب وحث المواطنين بجميع مستوياتهم على أن يكون التعاطي والمحدد الأساسي للمواطنة هو العطاء للوطن والانتماء للوطن دون أي شيء آخر أعتقد كذلك وأظن أن هذا يأتي في إطار تفتيت البؤر التي كانت هناك رواسبها في الحقاب الماضية الرئيس الجمهورية والنظام الحالي بدأ في سنتين المصرمتين أو التي كادت أن يصرفها في تفتيت تلك البؤر السياسية التي كانت تشكل توترا الآن بدأ منذ شهرين من خطابه في وادان في حث المجتمع حث النخبة السياسية والفكرية والعلمية على التعاطي على أساس الانتماء فقط والعطاء فقط وهذه هي محددات المواطنة وهذا أعتقد أنه يستجم تماما مع المرحلة ويدفع في اتجاه لكن لماذا نتكلم عن هذا الأمر الآن؟ من استجام مجتمعي يقدم الوطن دكتور محمد بويا مورتانيا يفترض أنها حرمت ممارسات الرق والاستعباد منذ عام 1981 لماذا ما زلنا نتكلم عن أو ما تزال هذه الممارسات موجودة عام 2022؟ نحن لا نتكلم عن القوانين شكرا سيدي وفرقاء ما هو الخطير في هذه المسألة ليس أن نكتشف أن الدولة تتجه إلى الحد من المد القبلي وأنها ضدها إنما الخطير أن ندرك أن رئيس الجمهورية ورئيس برلمانه مدركاني للخطر القبلي بينما يغذيانه رئيس الجمهورية يستقبل يوميا الناس على أساس قبلي وعندما يزور الولايات الداخلية يستقبل الوفود القبلية ويستلقى بالناس القبيلة ليست عارا هي إطار تعارفي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوه إنما تقوية البعد القبلي هو ما يقتل الدولة المدنية لذلك فإن الغريب الذي يجب التنبيه إليه هو كيف أدرك فخامة رئيس الجمهورية ورئيس برلمانه خطورة المد القبلي بينما يغذيانه في الممارسة السياسية والوظيفية والعملية النبلو ليس معرة سيدي فأعتاد ديمقراطيات المملكة المتحدة فيها نظام اللوردات مجلس اللوردات وأكثر الدول شفافية السويد فيها مملكة وأكثر الدول تقدما اقتصاديا اليابان فيها إمبراطورية لكنهم لا يمنحون الصفقات العامة ولا الوظائف العامة ولا الأموال العامة لأبنائهم ولا لأحفادهم ولا لأصحارهم المشكلة الآن يحاول النظام في هذه الفترة توجيه البوصلة من التركيز على قضايا الفساد ومن كشف الفساد والصفقات الفاسدة العائلية والأسرية والقبلية والوظائف القبلية إلى التهجم على هذا بالفعل لإرث الخطير نحن معهم في أن الدعم القبلية مهلك للدولة المدنية وأن البعد القبلية مهلك لاستمرارية الدولة لكننا نختلف معهم على أن السلطة بيديهم لديهم السلطة التنفيذية والتشريعية ومع ذلك يدركان خطر النظام القبلي وخطر تقوية القبيلة وهم يشرفان على تقوية القبيلة في الدولة وعلى تقوية البعد القبلي المزراء يعينون على أساس قبلي الأمناء العامون على أساس قبلي السفراء يعينون على أساس قبلي الطرح السياسي في البلد يطرح على أساس قبلي فكيف تقوى القبيلة في دولتنا مع أن رئيسنا مدرك لخطورتها ورئيس برلمانه مشاء على أثره أيضا وهي عادة في النخب السياسي طرح سؤال مهم دكتور محمد غوية طرح سؤال مهم دعنا أنت طرح سؤال مهم دعنا نأخذ نسمع دكتور محمد الحسن حضورة البعض القبلي ثم تغذون القوة القبلية في الدولة كيف يصير ذلك دكتور محمد الحسن من جهة هناك دعوات للحد من المد القبلي المتصاعد وما فيه من ممارسات ومورثات خاطئة أو من جهة أخرى مثل ما يقول الدكتور محمد غوية هناك مد تغذية لهذا المد القبلي بالعديد من الأمور لا أعتقد أن ما يقوله السيد النائب مع كامل الإحترام صحيحا من يدعو صراحة وفي وسائل الإعلام وهو يملك السلطة لترسيخ المواطنة على أساس العطاة وعلى أساس الانتماء لا يمكن أن يتصرف تصرفا مناقضا لها ولو كان تصرفه تصرفا مناقضا لها لما دعا في وسائل الإعلام لذلك إذ لا مجال لأن يحرج نفسه بخطاب ويمارس ما يناقض هذا الخطاب أعتقد وأرى أننا كنخبة والنائب كذلك عليه أن يتبنى هذا الخطاب وأن يعمل من أجله والنخب السياسية برلمانيين شيوخ سياسيين نخب علمية نخب ثقافية عليها أن تعرف أن المواطنة محدداتها موجودة في القانون وهي أولا الانتماء الثانية العطاة على أساس المواطنة غير ذلك ليس موجودا وإن كان موجودا نتيجة لعقليات ونتيجة لقلة وعي على النخب أن تساهم تساعد الدولة وتساعد القوانين التي موجودة في النظمة القوانية تساعدها على تغيير العقليات تغيير المسلكيات أن نرقى بهذا المجتمع أن ننهض بهذا المجتمع من خلال تذقيفه من خلال توعيته من خلال تبيان حقوقه ومن خلال كذلك تبيان واجباته أعتقد وجازم أن النظام الحالي محق في ماذا بينه وهي دعوة ليست دعوة للمزايدة فكما أنه نزع فتيل أزمة سياسية كانت قائمة قبله كذلك الآن يريد أن ينزع فتيل أزمة مجتمعية كانت هناك بؤر لها صامتة أعطى هذا النظام بخطاب رئيسه وخطاب رئيس برزمانه واضح دعنا نأخذ تعقيد الدكتور محمد بويا وليلسرعة كلها أن تسير في هذا الاتجاه واضح دكتور محمد دكتور بويا نتكلم عن مبارسات منذ سنوات طويلة في موريتانيا مدام هناك توجه رسمي ودعوات رسمية للقضاء أو إنهاء هذه الممارسات لماذا لا تدعمونها وتتبنونها أنتم أيضا لماذا محاربتها أو الإنقاس من قدرها نحن ندعم بشكل تام التوجه للحد من النفوذ القبلي بشكل كبير ونعتبر أن هذا الخطاب إيجابيا لكننا نطرح ثلاثة تساؤلات السؤال الأول كيف يخاطبنا رئيس الجمهورية بنبذي الدعم القبلي بينما في مكتبه في رئاسة الجمهورية يصدر مرصومات بتعينات على أسس قبلية ديوان رئيس الجمهورية موزع على القبائل الحكومة والوزراء موزعون على أساس قبلي الإدارات الموريتانية توزعوا على أساس قبلي والصفقات على أساس قبلي سيدي هذا السؤال الأول السؤال الثاني ضحايا الإرث الإنساني وضحايا الاسترقاق السابقون لا ينصفهم إلا العدل كيف يمكن أن ننصف ضحايا الاسترقاق وضحايا الإرث الإنساني والوظائف تعطى لأبناء القبائل وتعطى لأبناء الوجهاء وتعطى لأبناء المقربين اجتماعيا وهم لا يحظون بفرصة كيف عينت رئاسة الجمهورية جميع عضاء حملة شبابي إدارة حملة شباب الرئيس في الحملة الأخيرة على أساس قبلي لم تتح مسابقة المشكلة المطروحة هو العدل العدل ثم العدل ليس الكلام المعصول الذي يقال في مهرجانات قبلية المهرجان الذي أعلن فيه الرئيس هذا الخطاب هو مهرجان حضرته وفود قبلية مكتوبة على شعارات مرفوعة البرلمان الذي تحدث رئيسه عن القبلية يجلس أمامه النواب الذين يمثلون بعدا قبليا هو يعرفهم ونحن نعرفهم والمراقبون يعرفونهم لمقاومة البعد القبلي الخطير على كينونة الدولة ووجودها لا بد أن تكون مقاومة عملية وليست مقاومة شعارات استهلاكية هذا الخطاب لم نقل إنه مزايدة إنما قلنا إنه خطاب استهلاكي لتوجيه البوصلة من محاربة الفساد وكشف الصفقات الفاسدة إلى إنهاء الناس بهذه العملية التي لها مخاطر أخرى قد يجم عنها صراع طبقي مقيد شكرا لكم دكتور محمد بوية الشيخ فاضل عضو البرلمان المورتاني دكتور محمد الحسن محمد الباحث السياسي والنشط في الحزب الحاكم شكرا لكم